موسيقى موسيقى مساء الخير أي مساء لا تتصدره فلسطين تضيع صباحاته والواقع يشي أنه مذنسينا فلسطين فلسطين داري وإلى فلسطين خذوني معكم وأنها من النهر إلى البحر لعبت بنا صهيون ومن والاها من المتهودين في الغرب وبلاد العرب ومزقوا نسيجنا الاجتماعي كما تم تمزيق خارطات دولنا رغم كل هذا يخرج الفتى الفلسطيني شاهراً أوردته وحجارته محاولاً تجاوز خلافات قادته وتصحيح سمت الصراع إنها فلسطين إذن بشعبها المتألم التي ستبقى منارتنا منذ أن افتتحت أريحة تاريخ البشر في الألف العاشر قبل المسيح ولذلك يسرنا في أجراس المشرق استقبال الدكتور وليد الشوملي مدير المركز الفلسطيني لدراسات وحوار الحضارات لمناقشته في وضع المجتمع الفلسطيني وحراكه ونخبته وقبل الحوار صورة شخصية له ولد الدكتور وليد الشوملي عام سبعة وخمسين وحصل على بكالوريوس في الكيمياء من جامعة بغداد عام ثمانية وسبعين وعلى الماجستير من جامعة براتفورد والدكتوراه في الكيمياء اللاعضوية من جامعة نورث إسترن بوستن عام تسعة وثمانين ويحاضر في الكيمياء في جامعة بيت لحم منذ عام الف وتسعمائة وتسعين عامل مديرا للعلاقات العامة في المركز الفلسطيني لاستطلاع الرأي وهو مؤسس وعضو في ملتقى الحريات ومدير المركز الفلسطيني للدراسات وحوار الحضارات منذ العام 2003 كتب مقالات وقدم دراسات في الفكر والثقافة والسياسة وشارك كباحث في مؤتمرات دولية وإقليمية حول حوار الأديان والحضارات والدين والدولة وألقى محاضرات دولية حول المسألة الفلسطينية والتاريخ الفلسطيني وحوار الثقافات وأعد استطلاعات رأي حيال توجهات الفلسطينيين والشباب في السياسة والاجتماع والثقافة والاقتصاد كما عمل على تدريب الشباب حول الديمقراطية والعلمانية والمواطنة وفي مجال الإعلام المرئي ترجم العديد من الكتب من الإنجليزية إلى العربية وبالعكس وكتاباً من الفرنسية إلى الإنجليزية عن الأماكن السياحية والدينية في فلسطين التاريخية يتقن الإنجليزية والفرنسية والألمانية والإسبانية والعبرية والإيطالية أهلاً بكم أهلاً بك دكتور شوملي في بيروت البداية إذا تسمح مما يحصل الآن هل نحن أمام انتفاضة جديدة أم كما تحبون في فلسطين تسميتها هبة هبة تحصل ثم كالعادة تلفلفها السياسات السياسات التي تلفلف عرق ودماء الشباب الفلسطينيين ما هي برأيك الآن؟ شكراً لك أستاذ غسان ولقناة الميادين في الواقع يعني سمها ما شئت إنما هي حراك سياسي اجتماعي و وانتفاضة ضد كل ما هو ما يجري في فلسطين من قمع للشعب الفلسطيني من إذلال من تجميد للعملية السياسية من استغلال من قبل إسرائيل لاتفاقيات أوسلو من أجل توسيع المستعمرات المستوطنات ومن أجل ابتلاع الأرض وسرقة المياه وكل هذه الأمور التي تنكل بشعبنا وتذله وتريد أن ترجعه إلى عصور ما قبل التاريخ واقتلاعه من أرضه وأيضا حديثا ما جرى للأسرة إضراب الأسرة إضراب المعدة الخاوية الاعتقال الإداري الذي انتهجته سياسة الاحتلال منذ أن بدأ الاحتلال في العام سبعة وستين للضفة الغربية وقطاع غزة أن هذا الاحتلال هذا الاعتقال الإداري الذي يمكن أن يستمر لسنوات وسنوات دون توجيه أي تهمة للمعتقل وبالإضافة إلى ذلك ما جرى في الأقصى وانتهاكات يومية تجري على المسجد الأقصى ومحاولة الاحتلال لتقسيم المسجد الأقصى مع اليهود ومشاركتهم في فناء المسجد الأقصى هذا كله أدى إلى انفجار الشعب الفلسطيني لأنه في الواقع كان على قدر يغلي وبدأ يبرز إلى السطح هذا الغليان ونراه الآن في أحداث متعددة وهبت الشباب الفلسطيني حتى الأماكن العبادة لم تنستر من اعتداءات الاحتلال وكما تعرف أيضا كان هناك اعتداء على كنائس وحرب كنائس يعني دور العبادة المسلمين والمسيحيين لم يتم حمايتها بل تم الاعتداء عليها وهذا كله أدى إلى انفجار متراكم لدى الشعب الفلسطيني والشباب الفلسطيني ناهيك عن ارتفاع نسبة البطالة والاغلاقات الشبه اليومية على الشعب الفلسطيني الذين بالنسبة للعمال كل هذا الوضع الاقتصادي متردي الوضع السياسي متجمع انتفاضة اولى ثانية الآن نأمل انتفاضة ثالثة كيف يمكن ان نؤسس الانتصارات ناجمة عن انتفاضات شعبية في زمن بؤس السياسات يعني من يمكنه الآن استثمار هذا الجهد والتعب والتضحيات والنضال للشباب الفلسطيني ما دام في السلطة الفلسطينية من هو مقتنع بانه يوجد في الادارة الاسرائيلية من يريد تحقيق السلام كما تعرف اخي غسان هي مكبلة مكبلة بقيود كثيرة وباتفاقيات كثيرة هي لا تملك لا سيادة لا على الارض ولا على الهواء وعلى البحر وحتى في الاتفاقيات التجارية بروتوكول باريس والى اخره اضرب الاقتصاد الفلسطيني كثيرا لانه كل شيء يمر عبر المستورد وعبر الوكيل الاسرائيلي والى اخره فيعني السلطة الفلسطينية الان مكبلة انا بعتقد الهبة الشعبية يجب استثمارها باتجاه المقاومة الشعبية المقاومة السلمية لانه الشعب الفلسطيني جرب عدة مرات استعمال السلاح وارتد عكسيا على الهبات والانتفاضات الفلسطينية وبالتالي انا باعتقادي انه الاستثمار الصحيح يجري من خلال المقاومة الشعبية اولا ثانيا استثمار علاقاتنا مع المؤسسات الغربية المنظمات غير الحكومية التي بدأت تعي دور النضار الفلسطيني بدأت تعي القضية الفلسطينية من جذورها يعني في السابق يعني مثلا انا اتذكر تماما قبل 30-40 سنة لم يكن هناك مؤسسات مجتمع مدني في الغرب خاصة في الغرب تعي ما يجري في فلسطين ولم تكن تحشد جماهيرها من اجل مساندة الشعب الفلسطيني الان نرى يوميا يوميا الكثير من منظمات المجتمع المدني ممثلينهم في اوروبا خاصة في اوروبا وحتى في الولايات المتحدة يأتون ويتضامنون مع الشعب الفلسطيني لانهم الان تغيرت الصورة تغير مفهومهم للقضية الفلسطينية وبالتالي يجب نحن خلال فترة الماضية او خلال فترة طويلة اهملنا علاقاتنا مع هذه المنظمات وتناسينا ان هناك ممكن استثمار هذه العلاقات مع هذه المنظمات ولكن الان يجب ان نستثمرها بالاتجاه الصحيح من اجل الضغط حتى يعني صحيح هناك لم حكوماتهم والية لاسرائيل ولكن هم اصحاب كلمة في الواقع نحن جميعا نعرف حركة التاريخ اثبتت انه ان لم تكن قويا لن يقف احد معك بهذا المعنى يعني نحن نريد الانتفاضة الفلسطينية جميعا ان تثمر بهذا المعنى كيف تصف وضع الفلسطينيين الذين يخرجون الآن ضد الاسرائيلي وضع الانسان الفلسطيني في ظل خلافات تبدو بنيوية ما بين قسمين فلسطينيين وزنين هما السلطة وحركة حماس وفي الواقع هذه الهبة او الانتفاضة كما يحلو للبعض اسميتها هي في الواقع تجاوزت هذا الانقسام لانه الهم واحد ان كان اذا كان في بين سكان قطاع غزة او سكان الضفة الغربية وال ال 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 الامال والالام واحدة وبالتالي طبيعي هذا شيء محرج على صعيد القضية الفلسطينية يعني نحن لما نذهب الى الخارج في مؤتمرات عديدة دائما يقول لنا ال 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 الغربيين يا اخي توحدوا اولا ثم تستطيعوا ان تناظلوا من اجل قضيتكم واستثمار علاقاتكم مع العالم من اجل الوصول الى حل سلمي وعادل للقضية الفلسطينية هذا حقيقة انا وافق على هذا ولكن الان الهبة الجماهيرية والتفاضة الشباب الان هي تجاوزت هذا ال القسام وارجو ان يكون هذا يعني بداية فتح الطريق امام التآم هذا الانقسام من اجل توحيد الجهود للوصول الى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية كيف اثر ما يسمى الربيع العربي على الدخ الفلسطيني من المنح الايجابي بمعنى انتفاضة ضد المحتل الاسرائيلي في الحقيقة يعني هي مرت في براحل يعني في البداية كان الامال كبيرة بالربيع العربي وكان الطموح اكبر بكثير مما كان على ارض الواقع بالنسبة للربيع العربي ولكن بعدما انقلب الربيع الى خريف وبدأ تقسيم الدول او بدأ التفتيت خلينا نقول الدول الوطنية بالضبط على الدول الوطنية بدأ هناك طبعا احباط لدى الشارع الفلسطيني كما هو احباط لدى كل المواطنين في كافة الدول العربية ولكن هو لا شك في البداية هو يعني اعطى دفعة وامل للشعب الفلسطيني بالتحرر من الاحتلال بتجاه الاستقلال ولكن كما قلت بعد النكسات التي حدثت فيما بعد وظهور الحركات الاصولية والتكفيرية اصبح هناك يأس وخنوط من لا بل بالعكس اصبح يعني الكثير من القطاعات الشعب الفلسطيني اصبح ينظر الى المسألة وكأن الربيع العربي او الذي تحول الى خريف فيما بعد خطف الاضواء عن القضية الفلسطيني هنا اريد ان اسألك هل ما زالت فلسطين على اجندة العرب انتم في الداخل هل تشعرون انكم على اجندة العرب وانكم ما زلتم القضية المركزية لدول العربية ليس قالسابق ليس قالسابق ابدا لانه لانه دائما هناك اصبحت متغيرات كثيرة يعني ومتسارعة خلال السنوات السابقة وكما قلت لك ظهور الحركات التكفيرية والهجوم الغاشم على سوريا الشقيقة ومحاولة وتكالب المؤامرات الكبيرة على سوريا لتفتيت سوريا وانهاء محور المقاومة هذا مأثر سلبا على كل المنطقة أولا وطبعا أزال الأضواء وأزاح الأضواء عن القضية الفلسطينية أنت كتبت مرة عن الأزمة السورية أخذت مثلا فرنسيا ترجمته لقد وجدت الطريق إلى دمشق وهو يعني تروفي سانشمان دو داماس وهو المثل الذي قيل منذ قرابة الفي سنة عندما أعيد البصر إلى بولوس الرسول على في دار الرؤية في دارية على طريق دمشق هل انزاحت الغشاوة عن عيون الكثيرين يعني تجاه ما يحصل في المنطقة هذا أولا الآن كيف تنظرون إلى الأزمات المتلاحقة في المشرق في سوريا في العراء في الحقيقة يعني دعني أقول لك بصراحة في بداية الأزمة السورية كان هناك تعاطف حتى في فلسطين من قبل يعني قطاعات واسعة من الفلسطينيين مع المعارضة على أساس أنهم ينظرون إلى النظام السوري هو نظام شمولي نظام قمعي نظام إلى آخره ولكن بعدما تكشفت الحقيقة وحقيقة المؤامرة على سوريا أصبح العديد من الأفراد والمثقفين الفلسطينيين وقطاعات واسعة من الشعب الفلسطيني يعون ماذا يجري في سوريا هم وعوا تماما أن الذين تأمروا على العراق هم يتأمرون على سوريا ولكن الفرق في العراق كان هناك الظروف الدولية متغيرة وكان هناك فرد الدكتاتور هو يأخذ القرارات ولا يستشير أي أحد ولكن في سوريا القيادة مدعومة من خبل روسيا والصين والجيش متماسك وهذا ما أدى والشعب ومعظم الشعب السوري وعى حقيقة أن هذه ليست معارضة من أجل المعارضة بل هي تأمر على سوريا من أجل تفتيتها ومن أجل تفتيت محور المقاومة كله وبالتالي الآن هناك أصبح تعاطف كبير مع الدولة السورية وجدت الطريق إلى دمشق وجدت الطريق إلى دمشق أكيد وأصبح دعني أقول لك الشعب القطاعات المتعاطفة مع سوريا هي ليست مع النظام بقدر ما هي مع كيان الدولة السورية نعم سأذهب إلى التراث الفلسطيني كيف تسرقه إسرائيل ومن يجاهد في سبيل إبقائه فلسطينيا يعني أنت عملت على هذا التراث ماذا يحصل الآن للحفاظ عليه طبعا كما تعرف أنا كتبت مقالة التراث الفلسطيني بين التهويد والتغريب في الواقع أنت كما تعرف إسرائيل جسدت أسطورة السماء على الأرض وخلقت دولة إسرائيل تحت ذرائع الوعود السماوية طبعا هي بحاجة إلى تثبيت تثبيتها في العقول في الفكر في الوجدان ليس فقط الإسرائيل في الوجدان العالمي أننا أصلون في هذه المنطقة وأن التراث موجود في هذه المنطقة فمن الطبيعي كان عليهم أن يسرقوا التراث الفلسطيني لأنه ليس لهم تراث وأنت كما تعرف أنهم كانوا قبائل في السابق أو حتى قبائل كان عنية وتهودت أصباط وبالضبط كما يدعون أصباط أصباط وقسموا الأرض كما يدعون إلى 12 صبت وكأن الله سبحانه وتعالى كان مقسم الأوراث والورثة هذا لصبت فلان وهذا لصبت فلان وجسدوا هذا على الأرض وبنوا دولتهم على هذا الكيان وبالتالي هم من الطبيعي كما قلت أن يسرقوا هذا التراث فهم الآن حتى في الطيران الإسرائيلي هم لبسوا أثواب المضيفات المضيفات لبسوا أثواب التطريز الفلسطيني هو التطريز الفلسطيني هو أصيل جدا في التراث الفلسطيني هو لبسوه على أساس أنه التراث شعبي أنت تعرف مثلا المأكلات الشعبية مثل الحمص والفلاف السلطة ماذا تفعل للحفاظ على هذا التراث النخب العربية الجامعة العربية حقيقة شف الحفاظ على التراث الفلسطيني تعمل عليها وهناك لشك مجهودات من قبل السلطة ولكن الجهود الأكبر هي على دور المراكز التراثية الثقافية يعني هناك مثلا مركز التراث الفلسطيني في بيت لحم بإدارة مهسخة يعني المجموعات المدنية المجموعات المدنية مجموعات المراكز المجتمع المدني تعمل كثيرا على حفظ هذا التراث وهناك مراكز أخرى لحفظ التراث مثلا التطريز الفلسطيني المأكلات الشعبية إلى آخره العادات التقاليد الرقصات الشعبية الموسيقى على اليرغول على الربابة إلى آخره كل هذه هي الحفاظ على الطراث حتى في الأفراح الفلسطينية أصبح الناس يعودون إلى ممارسة هذا الطراث لتثبيت الهوية الثقافية الفلسطينيين حتى أريد أن أذكر لك يعني كيف أن الإسرائيليين حتى يريدوا أن يشوه اللغة العربية في عقول وفي ذاكرة الطفل الفلسطيني يعني خاصة الطفل من العرب الأراضي المحتلة عام 48 أنهم مثلا أنت تدخل مثلا جاد شارع في القدس تلقاه مكتوب باللغة الإنجليزية بلغة جيدة تلقاه بالعبرية بلغة جيدة ولكن تلقاه باللغة العربية بلغة مشوهة لأنه لتشويه اللغة العربية أتذكر أن المؤرخ الإسرائيلي زيف هيرتزوك قال عن الرواية التاريخية الإسرائيلية لتاريخ فلسطين بأنها مثل الثوب المسقوب الذي لا يسترعورات رغم ذلك إسرائيل تقوم بذلك من يقدم الرواية التاريخية الأساسية الكنعانية ثم العربية لفلسطين حاليا حقيقة هناك يعني كما قلت هناك مؤسسات كثيرة في المجتمع المدني الفلسطيني أنت تعرف المجتمع المدني الفلسطيني الآن مجتمع ناشط كان حقيقة قبل مجيء السلطة الفلسطينية المجتمع المدني أو مؤسسات المجتمع المدني تلعب دور سياسي أكثر بما هو دور مدني أو دور قدماتي ولكن بعد وجود السلطة الفلسطينية بعد مجيئها في العام 1994 أصبحت تلعب دورها المنوط بها وبالتالي الحفاظ على التراث والحفاظ على تاريخ البلد يلعبه كثير من المراكز مثلا هناك مركز شمس في رامالله هناك مركز رامالله للديمقراطية وحقوق الإنسان وهناك الكثير من المراكز يلعبون هذا الدور في توعية الشباب الفلسطيني أولا ثم بارتباطاتهم يقدمونه للعالم طبعا يقدمونه للعالم نعم أعزائي سنتوقف وإياكم مع فاصل ثم نعود لمتابعة هذا الحوار مع الدكتور وليد الشوملي انتظرونا إذا أحببتم المتابعة أهلا بكم من جديد في أجراص المشرق نبدأ أعزائي هذا المحور من حلقتنا في الحوار مع الدكتور وليد الشوملي بتقرير أعده الزملاء في فلسطين المحتلة عن رأي الشباب بما يحصل وعن دورهم فيه كان لابد للقهر الفلسطيني أن ينفجر مجددا فانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي اليومية لحياة وبيوت وأملاك الفلسطينيين والاقتحامات المتكررة للمسجد الأقصى دفعت الشباب الفلسطيني لرفع قبضاته وحجارته ومقالعه والخناجر الصغيرة بوجه المحتمل وكانت فلسطين قد شهدت انتفاضتين الأولى مطلع عام 87 حين دهس سائق شاحنة إسرائيلية عمالا فلسطينيين في مخيم جباليا سميت يومها انتفاضة الحجارة واستشهد فيها قرابة 1162 فلسطينيا وجرح نحو 90 ألفا توقفت عام 93 مع اتفاقية أوسلو والثاني عام 2000 عندما حاول أريال شرعون وحراسه تدنيس الأقصى وأسفرت عن استشهاد نحو 4412 فلسطينيا وجرح 48322 ومقتل 1960 إسرائيليا ودمار كبير وتوقفت عام 2005 والثالثة التي تلوح منذ بداية أكتوبر الحالي وذلك بعد تكرار اقتحامات الجيش الإسرائيلي لسحات المسجد الأقصى وتدنيس وزير الزراعة أوري أريال ومتطرفين المسجد ما أدى إلى مواجهات متكررة مع الشباب الفلسطيني وقد توجت المواجهات بإقدام مهنة حلبي في الثالث من أكتوبر على طعن مستوطنين في القدس القديمة وقتلهما وانطلقت بعدها هبة أو انتفاضة الخناجر التي أسفرت عن عشرات الشهداء والجرحة من الشباب والأطفال وعدد من القتلى الإسرائيليين ومواجهات في القدس وبيت لحم وبلدة بلعى شرق مدينة توركارم والخليل وأماكن أخرى أهلا بكم من جديد دكتور شوملي هل تلحظ وجود المسيحيين في هذا الحراك الشعبي في فلسطين؟ هذا طبيعي طبعا كما تعلم تاريخيا المسيحيين كانوا من الرواد في الحركة الوطنية الفلسطينية منذ أوائل القرن الماضي وخاصة مفقفيهم وكتابهم وأدباءهم وشعراءهم طبعا حتى هذه اللحظة ولكن هناك إحباط أقول بصراحة لدى بعض الشباب المسيحي خلينا نقول ليس المتدني الوعي إلى حد ما أنه أصبح يرى الصراع وكأدنه صراع ديني بين يهودي وبين مسلم أو أنا كما أدعوها بين وعود السماء الإلهية وبين مكافأة الآخرة وكأنه ليس له مكان في هذا الخندق الصراع يعني ما أريد أن أتوصل إليه أنه فيه هناك تراجع إلى حد ما عن مثلا الانتفاضة الأولى يعني أنا مثلا في الانتفاضة الأولى كان هناك الكثير من الشباب المسيحي موجودين في المعتقلات الإسرائيلية لمشاركتهم الفعالة حتى والقيادية لا أقول أنه انتهت لا بل موجودة ولكنها خبت إلى حد ما بفعل بروز الحركات التكفيرية أولا ثانيا وبروز التطرف على الجانب الآخر على الجانب الإسرائيلي أيضا لتحويل الصراع وكأنه صراع إسلامي يهودي وطبعا بالإضافة إلى هجرة الكثير من الشباب المسيحي إلى الغرب للبحث عن مستقبل آمن وأفضل هذا كله أثر نعم الكنيسة الكنيسة المسيحية في فلسطين هل لها علاقة بنبض الشارع حقيقة هناك فجوة يعني دعني أقولها بصراحة ودعهم يسمعونني من خلال هذه الشارع أنت 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 من عائلة ومن نموذج فكري صاحب إرث يعني في الحضور بالمجتمع الفلسطيني هذا كلام هام بالنسبة لنا يعني شكرا في الحقيقة هناك فجوة للأسف أنا دائما أتكلم مع رجال الدين بمختلف طوائفهم وأقول لهم تقربوا من الشارع وأشعروا بنبض الشارع وحاولوا تثبيت الشباب المسيحي لألا نفقد هذا الإرث الثقافي الحضاري الذي عمره ألفين سنة حاولوا أن توجدوا أو تدعموا العائلات المسيحية المستورة وخلق فرص عمل أنتم كبتركيات من أجل تثبيت الوجود المسيحي في المنطقة يعني أنت تعلم مثلا ما يجري على في طائفة الروب الأرثوذوكس الفجوة بينهم وبين البطرقية اليونانية طبعا قد يكون الحال أفضل مع بطرقيات أخرى وطوائف أخرى ولكن ليس على المستوى المطلوب حتى التثقيف الوطني والانتماء للأرض ليس بالدرجة المطلوبة بالنسبة للشباب المسيحي فالشباب المسيحي هم يعني بمعنى وكأنه يدخلون بتثقيف ذاتي أو بمؤسسات المجتمع المدني تقوم بتثقيفهم وتوعيتهم حول دورهم كمسيحيين في المنطقة يعني أنا أقول لك المناهج الفلسطينية عندها مشكلة كبيرة أنها محت تقريبا سبع قرون منذ الميلاد منذ الاحتلال الروماني إلى حد مجيء الإسلام ليس ليس هناك إلا ذكر بسيط جدا عن هذا الحقبة حقبة بسيطة جدا والقفز من الاحتلال الروماني إلى الحقبة الإسلامية فحتى الشباب المسيحي لا يعون مدى أهميتهم مدى وجودهم في هذا البلد وأصبح قسم منهم يشعر كأنه بالاغتراب وكأنه كأنه هو غريب عن هذا الأرض وأنه هو نبتة شرقية أصيلة بهذا المجتمع بالإضافة إلى أن هناك بعض الشباب من الطرف المسلم غير واعي ويشعرهم وكأنهم ليسوا من هذه الأرض وكأنهم بقايا حروب صليبية أو بقايا فرنجة هل بالإمكان الدفع نحو كنيسة مقاومة؟ يعني بعد المطران كبوجي إلى ريون كبوجي لا نجد قماشات مقاومة في الكنيسة؟ في الحقيقة ليس على المستوى المطلوب ولكن هناك على مستوى فردي يعني حتى على الصعيد المثل مثلا حتى في طايفة الربورتدروس كما تعرف مثلا مطران عطال لحنة وأحد المطارنا في الأردن مثلا المطران مثلا مونيب يونان في المطران اللوثرية ورئيس الاتحاد اللوثر العالمي يعني هناك يعني هناك بطريرك السابق صباح بالضبط بالضبط يعني هناك على مستوى أفراد نحن نريد على هذه المقاومة المسيحية أن تنتقل إلى المستوى المؤسساتي لم تنتقل بعد والجمعيات المسيحية؟ الجمعيات المسيحية حقيقة مؤثرة وجيدة وفاعلة إلى قسم كبير منها يعني المؤسسات الأرثوذكسية خاصة هي فاعلة في بيت لحم في رمالله وفي القدس أيضا أنت قدرت عدد المسيحيين الفلسطينيين على ما أعتقد سنة 2010 بكل العالم بأنهم حوالي أربعمائة ألف منهم مئة وسبعة وعشرين ألف داخل مناطق العرب 48 و60 ألف في القدس و6 ألف بغزة هل هذا الرقم ما يزال ثابتاً هل تقدم؟ هل تأخر؟ لأنك تكلمت عن هجرة للشباب للأسف تأخر يعني هو الآن في الضفة الغربية العدد بين 40 ألف و 50 ألف حتى مرات لما بكل الضفة الغربية بكل الضفة الغربية يعني هم متركزين في بيت لحم في منطقة بيت لحم وبعض القرى حول رمالله وقرية قريتين بجانب نابلس وجنين وهذا هو في الواقع إذا تقول حتى 50 ألف قد يكون رقم مضخم يعني قد يكون بعض الذين هاجروا حديثاً أو الذين يدرسون بالخارج محسوبين من ضمن 50 ألف وبقي حوالي ألفين في خطاع غزة طبعاً في داخل الخط الأخضر هناك حوالي يعني 120 ألف فلسطيني مسيحي في مختلف طوائف صحيح المدارس التي يشغلها يديرها المسيحيون وهي كثيرة وتضم الجميع يعني ليست قصراً على المسيحيين ما هو دورها في الحفاظ على هذا الوعي على هذا التراث على هذا الانتماء هل هي أيضاً غائبة يعني هل التاريخ الفلسطيني بكامله هذا التاريخ الارث الكنعاني الكبير الارث المسيحي الارث ما قبل الكنعاني والمسيحي هل هو موجود في الحقيقة يعني الآن ازداد دورها بهذا الاتجاه يعني أنت كما تعرف المدارس يعني في السابق المسيحية كانت دورها بالأساس كانت على أساس جاءت على أساس تبشيري ولكن الآن لم يعد دورها تبشيرين أصبحت تخرج القيادات الشابة الوطنية المفقفة المنتمية إلى الأرض المنتمية إلى الوطن التي تعرف دورها جيداً أنت تعرف الرعيل الأول منذ بدايات القرن الماضي كم من الشباب والقادة خرجت هذه المدارس من مسلمين ومسيحيين ولكن الآن تحت ظل الظروف الحالية التي يمر بها شعبنا الفلسطيني أصبح الكثير منها يعي دوره أكثر باتجاه تعزيز الانتماء لدى الشباب المسيحي والمسلم إلى حد سواء وتوعية الشباب المسيحي والمسلم حول دور المسيحيين في المنطقة وأنهم شعب أصيل وأنها نبتة شرقية المسيحية هي نبتة شرقية عربية أصيلة في هذا الوطن وليست نبتة غريبة وأيضا المدارس ومؤسسات المجتمع المدني تقوم ولكن ليس كالحد المطلوب أنا أعترف هذا ولكن تقوم إلى حد ما بتوعية الشباب المسلم والمسيح حول عملية التعايش وأننا نعيش تاريخا وإرثا مشتركا لأن الثقافة هناك شبه خطأ أو فكرة مغلوطة لدى الكثيرين حتى من ضمن المسيحيين أننا نعيش في ثقافة إسلامية بحتها ويجب أن إما نقبلها أو نهاجر من هذا البلد هي بالعكس هي مزيج من الثقافة المسيحية سابقا والبيزنطية قبل مجيء الإسلام وحصل اندماج وخرجت هذه الثقافة التي طابعة الآن إسلامي صحيح أنها تأخذ الطابع الإسلامي ولكنها استفادت كثيرا من الثقافة التي سبقتها البعض يقول أن هذه المدارس تقمش الشباب تعيد تقميشهم تعطي الجيل متعلم ومهني وهذا الجيل يمسك بنفسه ويهاشر هل هذا صائب هذا الكلام؟ لا حد ما صحيح ليس لأنهم مدارس خاصة أو مسيحية أو الأخير هي أصلا مثلا الجامعة تخذ الجامعات جامعاتنا وطنية تخرج الكثير من الشباب عندما الشاب يتخرج ويجد عملا بالتالي يفكر بالهجرة على الصعيدين ولكن الهجرة على المجتمع المسيحي تؤثر كثيرا لأنهم قليلوا العدد وقليلوا الإنجاب وعددهم كما قلت بين 40 و50 ألف مثلا في الضفة الغربية فهو هجرة فرد مسيحي تؤثر أكثر بكثير من 10 أو 20 من الجانب الإسلامي كيف ذكرت الكتاب والناشرين المسيحيين والأدباء الفلسطينيين منذ عصر النهضة حتى وقتنا هذا في الواقع أن هناك نوع من غياب للتأسيسيين النهضويين المسيحيين في فلسطين صحيح يعني هذا تقصير من جانب مؤسسات المجتمع المدينة ومن جانب المناهج حتى المناهج الجامعية يعني هناك لا أدري إما هو تغييب مقصود أم هم تغييب غير مقصود للكثير من الرواد المهضة الأدبية والفكرية المسيحية منذ بداية القرن الماضي يعني مثلا خليل السكاكيني مثلا خليل السكاكيني هناك أضواء عليه صحيح هناك ولعبه دورا بالجمعيات الأرثوكسية ومحاولة تعريب الكنيسة في فلسطين هذا صحيح ولكن هناك الكثيرون لم يصلت الأضواء عليهم مثلا مثلا بندلي جوزي مثلا عزيز دومت مثلا هناك كريمة عبود أول مصورة فلسطينية هناك كل ثوم عودة درست في المدرسة الروسية في الناصرة ثم ذهبت إلى روسيا وتزوجت من روسيا وأصبحت مترجمة هناك يعني مثلا مخيل نعيمة درس في بيت جالة في المدرسة الروسية نحن ذكرنا ذلك آآ آآ تمام وبالتالي يعني هناك الكثيرون ما زال يجب أن مثلا هناك رواد الصحافة مثلا عيسى العيسى بأسس جريدة فلسطين نجيب نصار مجلة الكرمل إلى آخره يعني كل هؤلاء يعني لم يعطوا حقهم لحد هذه اللحظة لم يصل الضوء عليهم بالضبط هل ما زالت فلسطين تقدم مثل هؤلاء النهضوين أم أن الوضع قد تراجعها لا لا هي تقدم في الحقيقة أنا دائما أقول الحضور المسيحي الثقافي في فلسطين يفوق كثيرا الحضور الديمغرافي يعني أنت تجد الحضور المسيحي موجود في المؤسسات كافة في الجامعات في المدارس موجودين وإن لم يكونوا مثلا موجودين في مؤسسات الدولة كثيرا أو في مؤسسات رسمية ولكن تراهم في المجتمع المدني فاعلين وناشطين ومؤثرين على الصعيد الفكري والثقافي كما قلت بشكل أكبر بكثير من حضورهم الديمغرافي أنت قربت شيئا قبل قليل أريد أن أعود إليه في حمأة هذه التناقضات الدينية وشعور هذا الشباب المسيحي بأن الصراع يهودي مسلم هل من مصلحة القضية الفلسطينية تحويلها إلى قضية مقدسات فقط يعني أقصى وقيامة وهيكل سليمان إلى أين يفضي هذا؟ هي مصلحة إسرائيلية هي حقيقة مصلحة إسرائيلية هم أولا في تحويلهم إلى قضية الصراع تحويلهم للصراع إلى قضية دينية هذا يخدمهم بأنه سيؤدي بهم إلى تأسيس دولة يهودية ويقولوا انظر الصراع إسلام يهودي ونحن رجعنا إلى أرض المعاد وهذه دولتنا وبالتالي نحن من حقنا أن تكون دولة يهودية وهو من مصلحتهم أن تؤسس دولات إسلامية في المنطقة لتبرر وجودهم ثانيا لهم مصلحة في تهجير المسيحيين كافة أولا المسيحيين يرونهم وكأنهم جسر بين الشرق والغرب وجسر ثقافي بين الشرق والغرب ويجب التخلص منهم لينفردوا بالشرق الإسلامي ثانيا هم يعرفون أن المسيحيين ولو أنهم دينيا بعد الديانة اليهودية ولكن حضاريا وطراثيا هم أحفاد الأشوريين والفينيقيين والبابليين وإلى آخره والكلدانيين وبالتالي هم أقدم حضارة منهم وبالتالي إذا انقطعت هذه الحضارة هم يقولوا انظر نحن أقدم حضارة في هذه المنطقة نعم أنا بقي لدي دقيقة المسألة الفلسطينية كيف يمكن أن نعيدها هي مسألة حقوق يعني الأقصى والقيامة احتلاء عام 1967 الاحتلال الإسرائيلي من 48 هو مسألة حق لشعب بالحياة والكرامة والأرض كيف يمكن إدارة الصراع على هذا الأساس؟ الصراع سياسي الصراع سياسي تماما الصراع وطني وهذا هو أصلا هكذا ومن مصلحتنا الفلسطينية أن يكون هكذا لأنه غير هكذا أنا كمسيح عربي كيف يكون دوري إذا تحول الصراع كيف لي أن أشارك في خندق هذا النضال؟ كيف لي أن أناضل من أجل حقوقي؟ كيف لي أن أؤكد أصولي الكنعانية وأصولي المسيحية ما قبل حتى مجيء الإسلام في هذا المنطقة؟ كيف؟ أنا أشكرك جدا عزائي كل حق لا قوة تحميه لن يتحقق ولا حرية أو تقدم إلا باستعادة الحقوق إنه حق الحياة الناصعة التي يحاول أولاد الأفاعي سلبها من أطفال فلسطين كما سلبوا آباءهم وأجدادهم شكرا للدكتور وليد الشوملي على مجيئه من فلسطين وعلى حواره معنا شكرا للزملاء في البرنامج الذين قرعوا معي أجرص فلسطين في هذه الحلقة شكرا لكم على لطف المتابعة وتحية إلى الربى العزيزة كوجه المجدلية وسلام على زنود فتياني فلسطين وسلام عليكم وسلام لكم موسيقى 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 موسيقى